بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة هناك آية الحقيقة عظيمة جدا من أروع الآيات في القرآن والقرآن كله عظيم طبعا ولكن هذه الآية سبحان الله لها صدر خاص في نفسي وفي روحي فأحببت أن أتوقف معكم من خلال هذا الفيديو نتأمل نور الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أيها الأحبة أولا قبل أن نشرح الآية لا تظن أن هذه الآية تتحدث عن ضوء أو فوتونات ضوئية أو تتحدث عن نور عادلة نور الله ليس كمثله شيء قبل أن أبدأ بتدبر هذه الآية نتذكر أن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى يعني نحن حتى نفهم هذه الآية يجب أن نقارن مع آيات أخرى نبحث ونتدبر ونقارن الآيات ببعضها الله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون طيب يريدون أن يطفئوا نور الله نور الله يعني ضوء مثلا لا نور الله هو القرآن جزء من نور الله هو القرآن التعاليم التي أنزلها الله هي جزء من نور الله أيها الأحبة عندما أمرك الله بالصلاة والعبادات هذا جزء من نور الله لأنه وارد في القرآن القرآن كله نور والله سماه نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى فنور الله لا تظن أنه ضوء عادي ولكن من نوع مختلف أبدا ليس له علاقة بهذا الضوء ولكن الله تعالى في هذه الآية يريد أن يعطيك مثالا إذا أردت أن تتصور عظمة هذا الخالق نور هذا الخالق وذهب دماغك باتجاه الضوء أو النور فيمكن أن تتخيل هذا المشهد كوكب في السماء له إضاءة ذاتية كوكب دري يوقد من شجرة مباركة هناك تفاسير على الإنترنت أيها الأحبة معظمها غير دقيق تفاسير علمية تقول أن علماء وكالة ناسا صوروا الأرض واستخدموا تقنية خاصة لتصوير ما تبثه الأشجار والغطاء النباتي نتيجة عمليات التركيب الضوء التي تحدث فيها وظهرت صورة متلألئة هذا ليس له علاقة بنور الله ولا بالآية الكريمة القرآن يقول لك كأنها كوكب دري ليس الأرض كوكب ليس الأرض كوكب في السماء هناك كواكب من الألماس مصنوعة نحن تحدثنا في لقاء سابق عن كوكب اكتشف حديثا مصنوع من الألماس له إضاءة عجيبة غريبة فلذلك القرآن هنا عندما يتحدث عن الكوكب الدري هو كوكب في السماء هذا الكوكب يستمد إضاءته ليس من التفاعلات النووية وليس من الاندماج اندماج ذرات الهايدروجين وتفاعل هذه تفاعلات عنيفة محرقة ونور الله ليس محرقا أيها الأحبة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية على فكرة العلماء وجدوا أن كل نوع من أنواع الزيوت له تردد له تردد زيت الزيتون الحقيقة له طاقة غريبة وتردد غريب من نوعه يختلف عن بقية الزيوت له خاصية محددة حتى أن الطاقة الموجودة في زيت الزيتون كشف عنها مؤخرا في بحث إسباني تحدثنا عنه أنه يقتل الخلايا السرطانية خلال نصف ساعة فيه مادة هذا الزيت الزيتون فيه مادة تقتل الخلية السرطانية تدفعها للانتحار لأنها خلية شاذة وخارجة عن الطبيعة أو الفطرة فلذلك هذا الزيت يعالج السرطان قلنا في بحث سابق مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة هنا كلمة زجاجة تشير إلى أن هذا الضوء محفوظ وإشارة إلى المصباح الحديث نحن نعلم أن أديسون قام بآلاف التجارب كلها فاشلة حتى تمكن أخيرا من وضع هذه الشعلة أو هذا السلك المتوهج وضعه ضمن زجاجة وفرغها من الهواء فاشتغل واشتعل ولم يحترق فاكتشف أن وجود الهواء هو الذي يفسد عملية إضاءة المصباح فيحترق وبالتالي نجد أن المصابيح الزجاجة معظمها عبارة عن زجاجة حتى الليد والتي تعمل بأي وسيلة تجد زجاجة مفرغة أو مملوئة بغاز خامل أو غاز معين يعني يضيء لا يتفاعل لا يحترق وبالتالي أيها الأحبة أراد الله أن يقول لك إن هذا النور إذا أردت أن تتخيل نور الله سبحانه وتعالى تخيل مصباحا في زجاجة معزولة بطريقة رائعة كأن هذه الزجاجة كأنها كوكب دري كوكب من ألماس كوكب له إضاءة عجيبة غريبة ألوان زاهية كوكب يوقد من شجرة مباركة طيب الكوكب قد يكون قطره آلاف الكيلومترات وربما عشرات آلاف من الكيلومترات هناك كواكب عملاقة في الكون إذن هذا الكوكب وقوده زيت الزيتون ليقول لك انتبه زيت الزيتون فيه فائدة وعلاج وفيه بركة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة طيب قال لك زيتونة لا شرقية ولا غربية لماذا؟ ليقول لك إن هذه الزيتونة أو هذه الزيتونة التي خرج منها هذا الزيت الذي يضيء له نوع خاص غير الزيت الذي نعرفه نحن على الأرض يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هناك تجارب على زيت الزيتون أيها الأحبة بأنك إذا صلطت عليه ضوءا يشع ضوء آخر هناك تجارب كثيرة عن كثير من الزيت وبخاصة زيت الزيتون الزيت الذي يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى له إضاءة ذاتية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إذن هناك إضاءة ذاتية وليست منعكسة مثلا من هذا الزيت نور على نور يعني الزيت عندما يشتعل يبث نورا وهو على طبيعته من دون أن يشتعل يبث نور فأصبح لدينا نوران نور على نور نور ناتج بشكل طبيعي من الزيت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ونور آخر ناتج عن احتراق الزيت وإشعاعه لهذا النور فأصبح لدينا نور على نور ليقول لك الله لا يذهب دماغك إلى أن نور الله هو ضوء أن الله هو خالق الضوء سبحانه وتعالى هو الذي خلق الضوء فكيف يقول عن نفسه إنه ضوء أو نور كالذي في دماغنا لا قال لك يهدي الله لنوره من يشاء ما معنى يهدي أراد أن يلفت انتباهك انتبه نور الله هو التعاليم التي أمرك بها الله هذا نور لأنه يضيء لك الطريق لأننا الآن أيها الأحبة يجب أن نحمد الله على نعمة الإسلام كل يوم كل لحظة أنا والله عندما أرى ملحدا طبعا أشفق لحاله وأتمنى له الهداية ولكن أحمد الله أقول الحمد لله أن الله دلني على الطريق الصحية يعني أنا قبل قليل توضأت وصليت وسأتوضأ بعد هذا اللقاء وأصلي ثم أتوضأ للمغرب ثم للعشاء ثم يعني هذا النظام من طهارة هذا هو نور الله أيها الأحبة طهارة هذه السعادة عندما نهاني القرآن نهاني الله عز وجل عن الخمر هذا الخمر مدمر لولا أن الله حرمه علينا كنت وجدته في كل بيت يدمر العقول ويدمر الكبد ويدمر النظام العصبي الخمر أيها الأحبة ويسبب السرطان من أين لي أن أعلم أنه محرم لولا هذا القرآن نور الله عز وجل عندما حرم الله علي يعني مثلا الفاحشة والنظر إلى النساء وانظروا إلى هؤلاء الذين ينغمسون في شهواتهم تجد لديه مليارات ويتحرش بموظفة عنده تصور يعني ولديه زوجة ولديه أولاد وعينه يعني أنظروا إلى حياتهم أتى عيسى من الذي أضاء لنا هذا الطريق القرآن إذن تعاليم الله هي النور أو جزء من نور الله لأننا لا نستطيع أن نتخيل نور الله عز وجل ولكن يهدي الله لنوره من يشاء أي يهدي لكتابه وتعاليمه من يشاء سبحانه وتعالى ومن يشاء هنا ليست عشوائية يعني الله تعالى لا يأتي لمجرم ويهديه إلى نوره لا يهدي من يحب أن يهتدي من في قلبه ذرة إيمان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الذي لديه إخلاص يبحث عن الله الله يهديه يبحث عن الحق الله يهديه سبحانه وتعالى أما الذي يريد أن يشتم ويلعن ويستهزئ وينتقم ويسيء هذا لا تتصور أن الله يهديه إذن مشيئة الله لها نظام لها قانون ليست عشوائية مثل مشيئة البشر ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء نعلم إذن يبقى هذا مثال إذن أحبتي في الله دعوني أختم لكي لا أطل عليكم الآية تحتاج لحلقات طويلة ولكن أنا أحببت في هذه السلسلة آية استوقفتني أن أتأمل معكم شيئا من أسرار هذه الآية لكي نتخيل أن نور الله ليس هو الضوء أو النور فقط أحببت أن أصحح هذه المعلومة الله نور السماوات والأرض رجاء أن احفظوا هذه الآية لأن هذه الآية فيها شفاء أحبتي في الله فيها علاج فيها طمأنينة يجب أن تحفظ يعني على الأقل إذا كنت تحفظ أخي الحبيب إذا كنت تحفظ السور القصيرة والفاتحة تقرأ بها في الصلاة على الأقل احفظ بعض الآيات المميزة عسى أن تكون شفيعا لك يوم اللقاء الله سبحانه وتعالى عسى أن تنتفع بها في القبر عسى أن تكون نورا لك في قبرك في ظلمات القبر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره ولكتابه وللالتزام بأوامره ونواهيه إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق